إذن نتبع أيضا صورة جديدة لراشد الغنوشي وهي آخر الصور حيث يمثل أمام لجنة التحقيق في جرائم متعلقة بأمن الدولة وأيضا وكان رئيس التونسي قيس سعيد قبل ذلك كان قد حل البرلمان وذلك بعد العلم بأن هناك كان هناك اجتماع افتراضي ورأى بأن حزب النهضة كان وراء مخطط لقسم البلاد وهناك الكثير من ردود الفعل الشعبية حول ما قام به راشد الغنوشي فهو الذي دعا إلى هذا الاجتماع رغم عدم حضوره ضمن دائرة الفيديو إذن عدد من النواب الذين شاركوا بهذا الاجتماع الافتراضي طلب منهم المثول وذلك بطلب من وزيرة العدل التي طالبت بفتح التتبعات اللازمة بحق عدد من النواب إذن نتابع هذه الصور من تونس